اشتركوا في القناة من ساعات الصباح لغاية ساعات ما بعد منتصف الليل القمر طبعا هو موجود الآن في منزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 49 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلام والمحبة طبعا القمر زي ما حكينا هو موجود في برج الدلو عشان هيك اليوم منشعر ان بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ننشط اجتماعيا منرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء اجهزة الكترونية او تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عنا اول زاوية هي زاوية تثليث ايجابية بين المريخ وبين زحل وهاي طبعا تأثيراتها من يوم 22-11 لغاية يوم 14-12 ذروتها يوم 28-11 كانت اليوم امس الساعة 55 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بتمنحنا وضوح كبير في امورنا وبتسمح لها بالتغلب على العقبات وتجاوزها في اعمالنا ومشاريعنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية اللي بين عطارد وبين المريخ وهاي حكينا ان تأثيراتها من يوم 28-11 لغاية يوم 1-12 طبعا ذروتها يوم 30-11 بيسود شعور بذيق الصدر تمام نتقبل النقد وممكن ننثور بشكل مبالغ فيه اي شخص بينتقدنا او بيعطينا ملاحظة بخصوص تصرفاتنا وبتكون ردة الفعل عنها بكشف عيوبه واخطاره اما بالنسبة لدوليا فما بدنا نحكيه لها تأثيرات على الصحافة وعلى السياسة وعلى الامور اللي لها علاقة برضو بالاتصالات بالمواصلات لها علاقة برضو بالمضاربات المالية هيك فرض السلطة والسيطرة والعصبية والاندفاع والتهور باثناء قياداتنا للسيارات وايضا اعطال الها علاقة باي شيء العلاقة بالاتصالات والمواصلات بالفترة هاي والامور اللي الها علاقة بالرياضة برضو بصير فيها بعض التقلبات او الانتقادات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس منفصلة ايجابية بين المشتري وبين بلوتو وهاي تأثيراتها لغاية يوم 16-12 بتزيد من نمو والاموال والاملاك وبتزيد من كرمنا ولكنه ممكن انها تسبب لنا الاحساس بالكآب والميل للإعجاب بالذات اما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل فأول زاوية هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين الزهرة وهي ذروتها ساعة 12 و39 دقيقة بعد منتصف الليل الاثنين على الثلاثاء يعني تأثيراتها من الان موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الظهر تقريبا فهي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاءهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين اورانوس وهي تقريبا يعني بعد دقائق من الزاوية التي سبقتها التي سبقتها الساعة 12 و48 دقيقة بعد منتصف الليل هاي اللي هي الاثنين على الثلاثاء يعني تأثيراتها من الان ولغاية ساعات الظهيرة بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة الزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون ذروتها الساعة 24 و25 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات ما قبل منتصف الليل ولغاية ساعات العصر نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديها اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون الزاوية يعني الساعة 36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش فتأثيراتها برضو من ساعات ما قبل منتصف الليل وبتستمر لغاية ساعات العصر فبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام اما بالنسبة للزاوية الاخيرة ما قبل خلو المسار وهي زاوية اقتران سلبية ما بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون ذروتها الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها برضو من ساعات منتصف الليل ولغاية ساعات ما بعد العصر فمن واجه مصاعب وحرقيل بتطلب مننا ان نبذل جهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار اللي رح يبدأ الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 12 و15 دقيقة بعد منتصف ليل الثلاثاء على الاربعاء يعني بعد ربع ساعة من منتصف الليل لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الحوت يعني رح يستقر في برج الحوت وهو يعني يوم 30 الشهر فاليوم ما في استقرار في الحوت هذا بيعني انه الفترة المذكورة اللي هي من ساعات الصباح لغاية ساعات منتصف الليل فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بالإكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في زاوية بطيئة رح تتشكل في أثناء خلو المسار هي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وهاي طبعا حكينا انه هاي تأثيرات من يوم 28-11 لغاية يوم 22-12 ولكن ذروتها اليوم الساعة 28-29 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش هاي الزاوية بتعزز قدراتنا على تحليل الأمور في شتى المجالات بالنسبة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم بطة الساق والكاحل والساق وتهر العرقوب وعضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا فترة خلو المسار أنا ما بنصح بعمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية أما إيشي له علاقة بالتجميل أو له علاقة بعمليات ممكن تأجيلها فما بنصح فيها بفترة خلو المسار إلا إذا كان متفق عليها ما قبل خلو المسار وحدد وقتها فهديك اللحظة يعني دون الأعضاء اللي ذكرناها بالنسبة لهذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد وأيضا لأنه فترة خلو مسار طويلة يعني يصلح هو لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن يعني ما أشويهك على ما تستفهام لعملية القص العلاجي يعني ممكن بس أمور إلها علاقة بالقص العادي أو التجميلي بالنسبة للقمر بما أنه زي ما حكينا هو رح يستقر في الحوت ابتداء من يعني أول ساعات من يوم الأربعة فما بدنا نذكر نذكر خلو المسار القادم إلا أنه بدي أذكره على أساس أنه نوع من أنواع الإحتياط خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 2-12 بيبدأ في تمام الساعة 2-44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى تمام الساعة 44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش ليستقر القمر بعدها في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمر ست أيام في تمام ساعة 10-51 دقيقة صباحا بصير عمر سبع أيام نسبة الإضاءة بتصير 38% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 هي الآن سعيدة بنسبة 85% ولكن بعد منتصف الليل بتصير الشمس سعيدة بنسبة 60% القمر في الدلو حتى يوم 30-11 هو الآن سعيد بنسبة 10% ورح يضل طول اليوم بنسبة نفسه النسبي 10% لغاية ساعات المساء في ساعات المساء بصير القمر منتحس بنسبة 25% عطارد في القوس حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 15% الزهرة في القوس حتى يوم 10-12 منتحس بنسبة 25% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت طبعا لغاية يوم 20-12 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر موجود في بيت الأصدقاء أو بيت العلاقات الاجتماعية اللي هو البيت رقم 11 فعشان هيك اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن اليوم يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وبتقدروا تطلبوا المساعدة من بعض الأشخاص أو الأصدقاء أو المعارف وما تترددوا بدوركم بتقديم المساعدة لم في نوع من أنواع التحالف ما بينكم بين زملائكم أو أصدقائكم أو جيرانكم فحاولوا أنكم ما تبقوا واحدين واستغلوا العلاقات الاجتماعية وأخرجوا للقاء الناس ولكن بدكوا تحاولوا أنكم ما تفرضوا رأيكم على الأشخاص اللي بتعرفوهم أو أصدقائكم وممكن يصير خلاف ما بينكم وبين بعض الأصدقاء فحاولوا أنكم ما تكبروا الأمور برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعا القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وبرضو بظل هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وممكن كمقابلة أو مراجعة رؤساءكم بالعمل ولكن ما بنصح في هذا اليوم أنك تقدم طلبات أو توقع عقود خصوصا في فترة خلو المسار حاول أنك تقدم أفضل ما عندك ممكن اليوم تحقق إنجاز أو تحرز نوع من أنواع التقدم اللي ممكن يكون مفاجئ ولكن ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية وتبعد عن المشاحنات والعصبية والمغامرات والمجزفات وأي شيء بشوه السمعة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم النشاط كله رح يكون على الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد فرح تنشطوا بأمور إلها علاقة بالسفر أو المعاملات الدولية أو الاتصالات البعيدة أو ممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم أيضا بالتقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم ممكن تلتقوا بوجوه وآراء وثقافات مختلفة أو تناقشوا مواضيع لها علاقة بالدين أو الفلسفة الأجواء اللطيفة بتحيط بحياتك طبعا ممكن تعزز علاقاتك الاجتماعي والعائلي خلال هذا اليوم وتعتبر هاي فترة مثمرة على جميع الأصعد إلا أنه بطلب منك الانتباه أثناء قيادتك للسيارة وخصوصا بالشوارع المفتوحة واللي عنده سفر يتفقد أمتعته وأوراقه ومعاملاته برج السرطان بالنسبة لما أوليد برج السرطان اليوم التركيز كله رح يكون على الأموال المشتركة الأموال اللي بتكون ما بينك وبين أشخاص يعني مشتركة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية ومن جهة في فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية لأنه في عنا قلوم مسار طويل وخصوصا في ساعات النهار ما بيناسبك اليوم إطالة الخلاف والزعل بل سارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق عشان هيك يحاول أنك تبعد عن العصبية ممكن تناقش موضوع بيتعلق بإرث أو موضوع مالي أو مطالب بحقوق أو مطالب ببعض الأموال اللي بتخصك خلال هذا اليوم في ساعات النهار أوعى تكفل أي شخص أو تضمن أي شخص ماليا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم فاليوم جيد لتعزيز وتدعيم شراكاتكم وعلاقاتكم بشركاء المال أو العمل أو العاطفة يعني الأجواء جيدة على هذه المستويات ويعتبر يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من أطراف أخرى يعني أشخاص يساعدوك أو ينجزوا عنك بعض الأعمال طبعا القمر لما بيكون مقابل أي برج بيتضعف طاقته فعشان هيك بصير عصبي متوتر صحيا أو في تقلبات في المزاج حاول أنك اليوم ما تنفعل حاول الإضاءة على الإيجابيات ابعد عن السلبيات قدر الإمكان ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية أعصاب بردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر موجود في البيت السادس بيقترب من المقابلة ولكن اليوم تركيز كله رح يكون على العمل وعلى الصحة بيبدأ العمل بتراكم لديكم تدريجيا بصير عندكو كثير من الأعمال اللي حابين تنجزوها أو تماموها خلال هذا اليوم ومنكو أشخاص رح يهتموا بالأمور الصحية حاولوا أنكو تنجزوا اللي بتقدروا عليه من أعمالكم دون المبالغة في ذلك حاولوا تعملوا بالأشياء المهمة والضرورية وانتبهوا لغذائكم وراحدكم حاولوا أنكم ما تسمحوا للواجبات أو الأعمال إنها تتراكم عشان ما تعملوا وقت إضافي أكثر كونوا أكثر تنظيما وإحسنوا إدارة الوقت واتجنبوا إثارة العدوات وخصوصا ما بينكو بين زملائكم بالعمل زي ما حكينا وبالبعض رح يهتم بالأمور الصحية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر موجود في البيت الخامس لألكم معناته هذا يوم إيجابي ومميز جدا فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضى وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي فترة مثمرة إيجابية إن كان على مستوى الجمالية أو على مستوى هواية أو الترفيه أو الحب والغرام وحتى على بعض الحظوظ ابتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر اليوم طاقتك عالي جدا الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطعتك المبادرة بأي اتجاه والظروف ممتازة جدا اليوم للغراميات وللمصالحة ولتكرار المحاولات أيضا برج العقرب طبعا بالنسبة للموليد برج العقرب القمر موجود في البيت الرابع اللي له علاقة بالبيت والعائلة أو المسكن أو المنازل فبتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم اليوم يعني ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة أو ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو مناسبة عائلية أو حدث عائلي معين أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن اليوم تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية إلها علاقة إما بعقار جديد أو استيجار بيت أو أجار بيت أو تصليحات يعني إلها أمور هيك وبعض المصاريف الإضافية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر الآن موجود في البيت الثالث اللي له علاقة بالاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات والإقناع والترويج لشيء معين أو التسويق فعشان هيك اليوم ما بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات بأنواعها ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة أو بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع الإخوة أو مع الجيران بتتمتعوا بسرعة بديها وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصلوا على فرصة جديدة تفسروا من خلالها مشاعركم أو تبرروا مواقفكم وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات ولكن بتكون تنتبهوا أثناء تنقلاتكم من بعض الحوادث أو مخالفات السير أو الأعطال اللي إلها علاقة بالسيارات وخصوصا في فترة خلو المسار برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر موجود في البيت الثاني للكم اللي هو إلو علاقة بالبيت المال فاليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي أو مستردة تهبا دعم مساعدة حل قضية دفع فوتير يعني هاي كل إجمال الأمور المالية ولكن أغلب المكاسب بتيجي من عمل إضافي عشان هيك بتحذروا من أي خطوة مالية جديدة لسيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهم إش إنكم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ الأجواء جيدة وفيها بعض الإيجابيات أهم إش إنك تتفائل برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية وبتعيد لكم نشاطكم المفقود أكثر طاقة أعلى اليوم بوسعكم المبادرة أيضا بخطوة جديدة ادعم من مركزكم الاجتماعي اليوم رح تشعر إن طاقتك ممتازة جدا حتى رح تكون مرغوبة من الجنس الآخر فيه انفراج وفيه تقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك إنك تتحلى بالحكمة وواقعية بعض الأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وإشراقتك وممكن إنك تحقق اليوم نجاح باهر في أي مجال بتدخل فيه ولكن الأهم إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتبعد عن الحصبية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هذا اليوم برضو من الأيام المتعبة لأنه القمر ما زال موجود في بيت المتاعب عندكم لغاية ساعات منتصف أو ما بعد منتصف الليل ليوصل عندكم القمر فعشان فعشان هيك بضل هذا اليوم كامل لغاية ما بعد منتصف ليلة ثلاثاء على الأربعة لتستعيد طاقتك فبدك تحذر معناته اليوم لأنه برح يسيطر عليكم التعب لليوم الثاني على التوالي حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس فعشان هيك خلال هذا اليوم بدك تحذر من البدء بأي شيء جديد ولا تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط يعني بدك تعمل بشكل روتيني دون ما تبادر بأشياء مهمة وضرورية أجلها لليوم الأربعة بيكون أفضل نظم أمورك وضاعف مجهوداتك خلال هذا اليوم إذا عندك أعمال حابب أنك تتممها وتنجزها هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر